مؤتمر للمانحين مخصص لمساعدة لبنان عقب الانفجار المدمر الذي هز عاصمته بيروت تنظمه باريس بالتعاون مع الأمم المتحدة وينعقد اليوم عبر الفيديو المؤتمر الذي ستشارك الأمم المتحدة في رعايته يسعى للحصول على تعهدات من مشاركين من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن المتوقع أن يقرر كيفية توزيع المساعدات بحيث يستفيد منها الشعب مباشرة يأتي المؤتمر عقب موجة غضب عارمة في الشارع اللبناني ومواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين نددوا بحزب الله وإيران مطالبين برحيل السلطة في الأثناء أدى رئيس الحكومة حسان الدياب استعداده لمواصلة إدارة البلاد لمدة شهرين مشيرا إلى أنه سيطرح الأثنين على الحكومة مشروع قانون لإجراء انتخابات مبكرة أنا بدعي كل الأطراف السياسية للاتفاق على المرحلة المقبلة ما معهم وقت كثير أنا مستعد لتحمل هذه المسؤولية لمدة شهرين حتى يتفوا مطلوب عدم الوقوف ضد إنجاز إصلاحات بنيوية حتى ننقذ البلد أنا رح أطرح يوم الأثنين على جلسة مجلس الوزراء مشروع قانون لإجراء انتخابات نيابية مبكرة ويبدو أن لبنان مقبل على مزيد من الانقسام السياسي بسبب رفض الرئيس اللبناني مشيل عون إجراء تحقيق دولي في تفجير مرفأ بيروت فيما شكك حزب الله بالتحقيق الدولي مرجحا إمكانية اختراقه من إسرائيل موقف ردت عليه قوى سياسية وحزبية لبنانية منها تيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب الاشتراكي والكتائب اللبنانية مطالبة بتحقيق دولي باعتباره مطلبا شعبيا بطرس موسى العربية